محافظة ألمانيا عروس الصعيد هنتكلم أكتر عن الكنوز والأثار والمواقع الأثرية الموجودة من العصر الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي معنا الدكتورة ثروة الأزهري مدير السياحة والأثار بمحافظة ألمانيا أنا برحبك على شاشة أكستر نيوز وهنحاول كده في الوقت المتبقي لنا ناخد نبضة سريعة عن أهم المعالم الموجودة في المحافظة وهيكون لنا لقاء مطول بقى إن شاء الله يعني بعد كده عشان نلقي ضوء أكتر على هذه المحافظة ومقاومتها الأثرية أنا أولا برحب بحضرتك في محافظة المينيا عروس الصعيد يعني لمحة تاريخية عن محافظة المينيا محافظة المينيا تعتبر ثالث محافظة على مستوى الجمهورية في المواقع الأثرية والسيحية هنتكلم أولا عن ممطية تل العمرنة ودي كانت عاصمة الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة أسرة 18 عصر الملك إخناتون ونيفرتيتي عندنا برضو منطقة بني حسن تعتبر مهد للعاب الراضية في العالم دي تنتمي إلى الدولة الوسطى عندنا أيضا مقابر فريزر ومنطقة زاود سلطان دولة قديمة عندنا العصر والاني الروماني ممثل في محافظة المينيا في منطقة تونك جبل والأشمونين وطهنة عندنا طبعا أحد أهم مواقع مصار العالة المقدسة اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ومشروع ضخم في الكنيسة الأسارية بجبل الطير عندنا البقيع الثاني في بني مزار اللي هي البهنسة وبرضو في مشروع ضخم يتم حاليا لإعادة البهنسة على خارطة السياحة مرة أخرى ديني مهمة جدا كمان هذه المنطقة بتعتبر المقصد الثاني بعد تل العمارنة للسائحين والزور بالضبط احنا السنة اللي فاتت الحمدلله كان فيه موسم استثنائي بالنسبة للسياحة في محافظة المينيا كان عندنا المرتبة الأولى تل العمارنة باعتبارها دي كانت العاصمة لمصر الفرعونية ثم لأول مرة بتخش معنا منطقة البهنسة في المرتبة الثانية وده ليه مدلول كبير جدا أن عندنا أماط سياحية متنوعة متعددة في محافظة المينيا ألا وهي النمط السياحة الدينية احنا عندنا عدد كبير جدا من شر أسيا خاصة من ماليزيا بيزور منطقة البهنسة عندنا يمكن أكتر الجنسيات اللي زارت المينيا رقم واحد الألمان ثم الأسترالي طبعا أنا بشكرك على وجودك النهاردة معينا دي كانت نبزأ سريعة جدا عن أهم المناطق الأثرية وهم الزرعات وأهم مقاومات محافظة المينيا ولكن مع زيوفنا اللي كانوا موجودين معنا النهاردة هيكون لنا لقاءات مطولة لأن هذه المحافظة تستحق مننا كل الانتباه وكل التقدير وأننا كلنا نعرف أهميتها وقيمتها السياحية والأثرية وأيضا الاقتصادية